صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح نصبح على دينا شرف صباح الخير يا دينا صباح الخير يا احمد صباح خير يا جمانا صباح الخير على كل موصيل في كل مكان يا رب في ابتسامة كده على الصبح يا رب اللي ابتسامة دي بقى معنا درجات حرارة حلوة لا لا في ارتفاع طفيف في درجات حرارة جو جميل دافئ ان شاء الله ان شاء الله اتفضل نواطن منكم على حالة الطقس النهاردة ونستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والطقس هيكون ماء للدفء النهارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فيه النهاردة شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصيد وطبعا بنرجو من سائقي السيارات يعني توخي الحظر خلال الساعات الأولى من الصباح درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22 وأعلى درجة حرارة تكون في أبو سيمبل 29 وأقل درجة حرارة تكون في السلوم 18 درجة هنتابع مع حدكم التقس بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أخدكم من التقس للمرور سريعا هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات ودلوقتي طبعا الناس بدأت تنزل علشان تروح أشغالها وكمان المدارس والجامعات موجودة دلوقتي والطلبة بيتجهوا إليها قبل ما نبدأ عرض الطرق اللي معنا طبعا بننصح اللي عنده مشوار مهم ينزل بدري شوية عشان زي ما بنقول نتجنب التجدس والزحمة المرورية اللي بتكون فيه ساعات الظروة الصباحية بسبب المدارس والجامعات هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة فيه كثفات مرورية بسيطة حتى ميدان التحرير أما طريق الكنيش القادم من المعادي بيشهد كثفات بسيطة عند شارع الأصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير فيه أيضا بعض الكثفات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران أما كبرى أكتوبر المتجه لمنطقتين الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرية واللي مكمل أعلى الكبرى في اتجاه منطقتين غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثفات المرية أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغاني ومصر الجديدة في سيولة مرية ونروح معاكم لشوارع الجيزة ونبدأ من شارع العرم اللي بيشهد ظهور كثفات بتزيد بسبب غلق الطريق لإنشاء محطة مترو وكمان بتظهر كثفات بمنطقة مشعل حتى شارع العشرين الطلدية فيه أيضا كثفات متحركة المتجه إلى كبرى الجيزة المرغاني وفيه في شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان بتظهر بعض الكثفات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان فيه كثفات مرية متحركة ويفضل طبعا توجه لمحور عربي اللي بيشهد كثفات يمكن تكون أقل شوية بتظهر كثفات بسيطة بمحيط الميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة أما شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مرية خلونا نروح معاكم لمحافظة القليبية والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرية لكن فيه بعض الكثفات بدأت من حوالي ساعتين قبل مطلع الدائري بحوالي 3 كيلو وكمان فيه بعض الكثفات قبل ميدان المؤسسة لكن الزراعي المتجه لبنها وسنة وطنطة فيه حالة من الانتظام المروري أما المتجه إلى محافظات دلتا خلال الطريق الدائري فيه كثفات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي بننصح طبعا بطريق شبرة بنها الحر أما القادم من طريق شبرة بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدية نص من أفضل طبعا هو يستخدم محور الفريق العصار ونكمل جولتنا مرورية ونروح اسكندرية عروس البحر المتوسط زي ما احنا شايفين هنلاقي كثفات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري ستالي وكمان فيه كثفات متقطعة على الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثفات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية وده وصل تواجد خدمات مرورية مكسفة لتسهيل حركة سير الطريق ومنع التكدسات من جميع الشوارع الرئيسية وفي كده انتهت جولتنا في أحوال الطاقس وجولة مرورية سريعة حاولنا نطمن حضراتكم على أحوال الطاقس طبعا والمرور النهاردة في شوارع العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية هرجع مرة تانية لجو معنا وأحمد علشان نتكمل أو نبدأ معاكم فقراء الصباح خير يا مصر شكرا لكم